تشير معلومات إلى أن الأموال المهربة إلى المصارف الأوروبية والتابعة لزعماء السياسيين في لبنان وأقاربهم منذ العام 1982 ولغاية 2019 هي مليارات الدولارات مع العلم أن ثروة هؤلاء الزعماء تضاعفت خلال الأزمة وهذا ما تحدثت عنه تقارير عالمية ثروات بالمليارات تتركز بيد قلة من السياسيين وأقاربهم دعونا نفند بعضها يتصدر القائمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فصاحب المقولة الشهيرة بدنا نتحمل بعض يشكل مع شقيقه طه المرتبة الرابعة بالثراء على مستوى الشرق الأوسط وواحد من بين أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 3.2 مليار دولار منها 7 مليون اكتسبها فقط بالعام 2021 أي في عام الأزمة يليه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي تقارب ثروته 2.5 مليار دولار يليه نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس بمبلغ 2.3 مليار دولار أما بالنسبة لرئيس مجلس أنواب نبيه بريه تقارب ثروته الملياري دولار يتبعه حليفه أمين عام حزب الله الذي تناهز ثروته المليار ونصف يليه رئيس الجمهورية ميشيل عون بثروة قد تزيد عن 1.2 مليار دولار وصولا إلى رئيس الحزب الاشتراكي ولجمبلاط الذي تقدر ثروته بالمليار دولار أما بالنسبة لحماة حقوق المسيحيين فتشير التسريبات أن ثروة رئيس الطيار الوطني الحر جبران باسيل قد تصل للمليار دولار بالإضافة إلى ما يزيد عن 38 عقار باسمه أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورغم قضائه 11 عاما بالسجن إلا أن ثروته لا تعد ولا تحصى لا بل يتكتم عنها فلا يعلم إلا الله كم بلغت حتى الآن أما أصحاب الملايين فهم رئيس الحكومة السابق تمام سلام 71 مليون دولار زعيم طيار المردة سليمين فرنجي 65 مليون دولار الرئيس أمين جميل 51 مليون دولار وأخيرا الرئيس ميشيل سليمين 49 مليون دولار والغريب بالأمر أن العديد من هذه الأسماء لم تمتهن إلا السياسة فهل السياسة تصنع المليارات أم أن بلدا مثل لبنان يفرعن الفرعون ولا يجد مين يرده؟ فثروات بالمليارات نهبت وسرقت من جيوب المواطنين هي جريمة موصوفة بحق شعب بكامله هل يجد هؤلاء من يحاسبهم؟ وهل من يسترد أموالنا المنهوبة ويعيدنا إلى الألفية ويخلصنا من العصر الحجري؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة